السلام عليكم النهار ده حلقة جديدة مع برنامجنا صحتك مع دكتورة رانيا السيد يارب نفتكو على قد ما نقدر وتكون الموضوعات اللي بنختارها بتعجبكم وبناء على طلب طلب الجماهير وطلب الناس النهار ده اخترت الحلقة تزيل لان الطلبة مني كتير قيم هي موجودة على الصفحة بتاعتي كذا حلقة نفس نوع المرض بس الناس عمالة تطلب مني تانية دكتورة تانية عشان الناس ما عندهاش الثقافة والوعيدة وفيه بيوت بتتخرب فاخترنا ان احنا بناء على طلب الناس اخترت الموضوع ده بناء على طلبكم النهار ده هنتكلم عن موضوع مهم وهو التشنج المهبلي وعلاقته بصعوبة اتمام العلاقة الزوجية طبعا المصطلح ده في ناس كتير مش عرفاء وحتى للأسف يعيني الناس دي حتى بعد الناس لما بيروخ لانه هو مصطلح خاص اكتر بالعضلات فحتى يعيني اللي عندها تشنج مهبلي وفيه صعوبة للعلاقة الزوجية حتى لما بتروح لدكتور ناسا يعني بالتعود بيشوف الجهاز التناسي بيلاقيها سريمة فحتى معظم دكاترة مش بيوجهوها للمكان اللي تتعالج فيه فبيفضلوا يعيني في المشكلة دي فترات طويلة انا شفت ناس وصلوا لحد تاسع سمين في المشكل وفيه ناس لقدر الله انفصلت بسبب المشكلة دي هنكلم يعني ايه الاول تشنج مهبلي التشنج المهبلي ده ونركز في الكلام لان كل حاجة مترطبة اللي بعدها التشنج المهبلي ده عبارة عن تشنج في عضلات الحوض وعضلات المهبل يبقى احنا قلنا عضلات الحوض مشدودة وعضلات المهبل مشدودة يعني الطريق الخارجي مقفول والطريق الداخلي مقفول فاستحالة يحصل عملية الاج في العلاقة الحميمية استحالة تمام طيب ده تعريفه ايه اسبابه اسبابه نوعين التشنج المهبلية اما حاجة اسمها برايمري يعني مقود من الاساس زي هي عضلة عضلات الحوض او عضلة المهبل بيبوككسجاس مصل دي عضلة زي اي عضلة في الجسم صحيح عندك تقلص في عضلات ظهرك دي مش بنكتشافها لان العضلة دي ملهاش اي استخدام غير ساعة الجواز فما بتحسش بالمشكلة غير لما البنت يعني بتيجي تتجاوز تبدأ تحس بالمشكلة ده البرايمري اللي هو دون سبب زي اي عضلة في الجسم فيها تشنج او تقلص عضلي النوع التاني السبب التاني اسمه secondary يعني نتيجة لسبب ما ممكن الخوف سمعت حاجة خوفتها ممكن هي خايفة الخوف من غشاء البقارة وهتوجع الخوف من القلم الخوف 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 يعمل لها خوف فتعمل انقباض ايرادي بعد كده يتحول لانقباض لايرادي وانفاهم الناس يعني ايه انقباض ايرادي تحول لانقباض لايرادي زي واحد عمل عملية في كوعه تمام عشان تبقى الدنيا سهلة هو يعني من الخوف من الوجع تاني كوعه يبني يفرد كوعك علشان كده كوعك هيفضل هيبقى فيه انقباض يقولك لا انا خايف من الوجع او انا خايف من الوجع فتيجي بعد العملية فعلا تلاقي كوعه تيدبس وحصل فيه تشنج اول هو كان بيعمله ايرادي تحول لتشنج لا ايرادي ساعته الناس بيبقوا مروا بجراحات او حاجات في المكان ده فساعت بيبقى ده يعمل لهم خوف او بيعمل وجع زيادة اه ايه تأثيره على العلاقة الحميمية انه هيجي الزوج يعمل عملية الالاج هيحس انه فيه سد حاقت مفيش قناة يا دكتورة للمهبل ادخل فيها اصلا زي ما انتم بتحكوا الكلام ده مش موجود تمام مفيش قناة للمهبل ادخل فيها الطريق مقفول تماما سد كلام الزوج صح الزوجة يعيني بتتوجع وبتتقلم والجميع حواليها سيقمن الاهل من الزوج من الدكاترة اللي بتروح لهم اللي هم ما معدومش خلفية عن التشنج المهبلي او ان فيه حاجة اسمها تشنج مهبلي انسي بتتدلعي انسي منع نفسك انسي مش عارفة ايه وهي عيني البنت فعلا الطريق مقفول العدلة عاملة تشنج قفل الطريق مفيش دخول فكلام الزوج انا لاقيه سده مش لاقيه قناة صح وكلام الزوجة المسكينة برضو اللي بتقوله صح يا جماعة انا ما بتدلعش يا جماعة انا بتوجه كلامها هي كمان صح هم الاتنين كلامهم مزبوط والمعاناة اللي بيعانوها صحيحة ايه هي الاعراض اللي بتحسها الزوجة والاعراض اللي بيحسها الزوج الزوجة بتبدأ تحس برعشة او واجع شديد في عضلات الحوض بتاعتها من فوق طبعا بتخاف مع تكرار العلاقة بتخاف فبتبدأ تعمل انكباط زي ما قلنا ارادي يتحول انكباط لا ارادي فتحس بواجعه اكتر كل ما الزوج يجي يعمل محاولة الزوج هيحس بإيه الزوج هيحس إنه فيه سد وفي بعض الأوقات نتيجة للتوتر ممكن يحصل ضعف الانتصاب إحنا في حلقة اللي فاتت تتكلمنا عن أسباب الضعف الجنسي وأسباب ضعف الانتصاب وقلنا منها التوتر والقلق فالزوج اللي بتبقى زوجته عندها تشنج مهبلي هو كمان بيعاني من توتر وقلق فده ممكن يخليه يفقد انتصابه أثناء العلاقة إيه هي الأخطاء الشائعة انتو شدين السلك القوي إيه هي الأخطاء الشائعة في تشخيص وعلاج المرض ده الأخطاء الشائعة طبعا نتكلم مع التشخيص إنه زي ما قلنا إنه التشنج المهبري عبارة عن تشنج في العضلات مياش مشكلة خالص في جهاز التنسي في بعض الأطباء النسب يبع عندهم خلفية لإنه زي مش تكسيرا من نعم بس مش عندهم خلفية لإنهم دراستهم للجهاز التنسي إحنا دراستنا للعضلات ففي ناس عندهم خلفية إنه هو الناس الأبديدت شوية يقولك لكن يعني الوحيد المتخص تقريبا في مصر في علاج المشكلة دي أو في العالم العربي وفي العالم كمان الأسيوي لإنه إحنا جاءت لنا حالات من شرق الأسيا كتير تمام إيه هو الصعوبة كمان الأخطاء اللي إحنا بنعنيها كمان مش بس كده حتى علاج المرض فيه أخطاء أو فيه علاج المرض لأخطاء لإنه هما مش فهمينه أول حاجة يعني أنا جاي يعني أول حاجة أنا جاي من ضمن الكابلز على فكرة جيت عالجوا مني أطباء أطباء ومنهم كان أطباء ناس على فكرة ومنهم أطباء ألك طبيعي يعني بس مش متخصصين في الجزئية دي فجات لي يعني حتى من ضمن ناس تعالجت عندي كابلز دكاترة في كل التخصصات الأخطاء الشقيعة نقول نحن بوتوكس يا جماعة البوتوكس غلط في علاج التشنج المهبالي أولا لإنه علاج مؤقت ثانيا من 6 إلى 8 شهور ممنوع يحصل حمل علشان ده مادة سماء فممكن يحصل تشوهات للجنيل ثلاثا بقى مشكلة التشنج المهبالي وده الأهم ومش هتتحل لأن انت حقمت عضلات المهبل ومتقدرش تحقن عضلات الخود بتاعتها لأن لو حقمك عضلات الخود هتتشلي فبيسيبك عضلات الخود فغالبا بعد ما بيعملوا الحق ما بيجيبوش نتيجة وما بيحصلش ما بيحصلش ألاقة برضو يعني بيفضل التشنج المهبالي موجود وبعد ما حقنعيني البوتوكس وتكلفه قد كده يقول لهم أصلي لا فيه تشنج جمع فمحتاجين جلسات تبما كان من الأول الحاجة الرابعة العضلة لما بيحصلش فيها ده بتاني شلل مؤقت شلل في وقت من الأوقات مع تقدم العمل والحملة والولادة ممكن حاجة يحصل حاجة اسمها stress incontinence تيجي تكوحي تعتص ينزل نقط بول طيب ايه تاني يقولك اعمل موسعية يا جماعة احنا عايزين نعمل ارتخاء للعضلة العضلة فيها تقلص لازم اعملها ارتخاء الموسع حاجة مش بتاع مش جهاز بيعمل ارتخاء مش حاجة بترخي العضلات ده كل البيامية من الموسعات ان هي ممكن بس اذا قدرت الزوجة تكسر حاجز الخوف من دخول حاجة داخل المهبل ايه هي اهم النصايح اه معلش فيه حاجة تانية في الأخطاء الشائعة هعيز اقولها للناس حد يقولك نعملك عملية توسيع ان المهبل قومات المهبل دي دقيقة دي ميزة بتزود الانتصاب والمتعة عند الزوج وعند الزوجة في المستقبل وخصوصا لما يتقدموا في السن العملية دي هتفقدك الميزة دي وبرده المشكلة هتفضل موجودة مش هتتعالج لان المشكلة زي ما عمنا في تشنج العضلات وليس في الكنتور واسعة ولا دايع تمام؟ بيعملوا العملية وبرده ويجوا يعملوا الجلسات ايه اهم النصايح اللي احنا بنيديها للزوجة والزوج النصايح المهمة اللي بنيديها للزوج اولا بحب دايما ادي نصيحة الزوج اولا مراتك ما بتتدلعش مش منطنعة مراتك عندها مشكلة حقيقية اسمها مكتوبة في الكتب العالمية مرض اسمه الفاجينازمس او التشنج المهبلي وما بتتدلعش ومش منطنعة خالص فدورك انك تعملها سابورت وتقف جنبها لحد ما تخلص المشكلة دي والمشكلة ان شاء الله طالما جينا المكانة الصحي بتخلص في وقت صغير ايه ثلاثة يوم وبتخلص فمش مستهلة الحياة الصعبة اللي انتو بتعيشوها مع بعض خلاص النصيح طي المهمة اللي بنيديها للزوج طالما عارفنا وتأكدنا انه في تشنج مهبلي منو ان احنا نحاول نعمل اي علاقة ليه ممنوعنا نحاول نعمل اي علاقة علشان ليه ممنوعنا نحاول نعمل اي علاقة لانه الزوجة كل ما بتعمل علاقة التشنج المهبلي عمال يزيد هي بتعمل انكباط ارادي تحاول انكباط لا ارادي فلو كان التشنج بادئك بربعين بقى خمسين بقى ستين بقى سبعين بقى تساين بسبب انه قطر المحاولات بتزود التشنج المهبلي ف Beaumss معرفنا وتأكدنا انě في تشنج مهبلي ما يعملش علاقة عشان قطر ده هيأثر وهيأثر على الزوج انت كمين عملتها توتر وهيحصل لك ضعف في الانتصاب أكتر من مرة يبقى أثر على الاتنين تقرار العراقة بيأثر على الزوجة وبيأثر على الزوج هي التشنج عندها بيزيد لأنها بتعمل انكبار إراجي بيتحول للا إراجي وهو نتيجة للتوتر والإحساس بالفشل من عدم إتمام العلاقة الانتصاب بيضعف عنده في بعض الأحيان والرغبة الجنسية كمان بتضعف طيب إحنا قلنا النصائح إيه العلاج حالية دكتورة رانيا العلاج ده أكيد مضمون وما هي نسب الشفاء منه العلاج إن شاء الله مضمون لأن إحنا جايبين جهاز من بره عالي الدقام بالاتحاد الأوروبي مخصوص لعلاج التشنج المهبلي والارتخاء المهبلي وبيئيس بالأرقام إحنا عندنا الأجهزة كانت ثلاث أنواع بالصوت وبحاجة زي رسم القلب كده والبالأرقام والفروق بينها المادية عالية جدا جدا ومع ذلك إحنا اخترنا أعلى جهاز اللي هو بيئيس بالأرقام عشان نوصل لنتائج مضمونة ونتائج عالية فإن شاء الله بإذن الله نسب الشفاء تكاد تكون مية في المية بس إحنا بنقول 99% لأن فيه ناس عندهم النصيحة بأن إحنا بنقولها للزوجة فيه خلي بالك إنه فيه شعرة صغيرة ما بين الخوف الطبيعي والخوف المردي أنا ممكن أن أتزيكي حقنة بس عارفة فيها الدواء طب يعني ما تيجي تغذي حقنة تانية تبقي خالفة لإني اتجربتي ألم الوجب بس مش معقول عشان الدواء بيوجع شوية أو عشان سن الإبرع يوجعك أرفض العلاج وأرفض حاجة تدخل جوا قناة المهبل ودخل وحول نفسي من مرض عضوي يبقى عندي مرض عضوي ومرض نفسي ففي الحالة دي أبقى محتاجة أعمل علاج عضوي وعلاج نفسي وده بصراحة أنا ما شفتوش جرف واحد في المية من الحالات تسع وتسعين في المية الحمد لله من الحالات شفاء تام وطبعا بنبقى متأكدين لإني زي ما قلنا الجهاز بيقيز درجة الإنكباب ودرجة الارتخاء وبنبقى متأكدين طيب إيه هي يا بقى يا دكتورة رانيا طرق العلاج الصح تكلمنا عن كل الأخطاء واللفة الكبيرة اللي بيلفوها الناس طرق العلاج الصح بنعمل هم ثلاث زيارات مش أكتر بنعمل فيهم جلستين في اليوم جلسة في الأول بنعمل ارتخاء لعضلات المهبل وبعدين الجلسة التانية أسوري ببدأ الأول بعضلات الخوض لازم أرخي عضلات الخوض ماينفعش ندخل المهبل في حالة تشنج مهبلي وده كل الخطأ يعيني حتى اللي بيعانوا منه البنات دي في الكشوفات إحنا حتى في الكشوف ما ندخلش أي أجهزة يعني الكشف بدون دخول أي أجهزة بالتقييم بيبقى للعضلات من برده كده من جل ما ندخل أجهزة لأنها يعيني بتبقى مش مستحملة بتبقى متقلمة بجد وما بتمثلش ولا بتتدلع عشان أنا بأكد على كده عشان يعيني البنت دي بتقع لضغط والظلم شديد جداً وده كله خارج عن إرادتها وغزب عنها ترى الهلاج الصحيحة زي ما قلنا لازم نرخي الحود عشان نقدر ندخل المهبل أنا نفسي حتى في التقييم وفي الكشوف ما ما دخلش الجهاز دخله بعد ما رخله عضلات الحود أول جلسة بيبقى فيها عندنا فيها أكتر من هدف الهدف الأولاني نتمن إن الجهاز البروب اللي هي دي جلسة المهبل إن البروب عضلات اللي فيها تشمج وكده نبقى نجحنا وإن هي رحصل لها حيجة اسمها سلكوراجيكا الأشورانس تتمن إنه إنه تتمن فيها حاجة دخل الجوة وما موتش وما حصليش حاجة فده بيبقى نوع يعني كأنه علاج نفسي غير مباشر المخ بيوصلوا تعرفيني المجستر والدكتورات في الحلقات بتاعتي قلتلكوا في المخ والأعصاب المخ بيوصلوا رسالة إنه في حاجة دخلت جوة وأنا كويسة وما موتش وأنا زي الفلة أها فده بيساعدها الحاجة الثالثة إنه أنا أشوف أي رقمين على الجهاز يقولوني إنه فيه انكباض وفيه انبساط لأنه أكيد إنه كان فيه انكباض على طوله ما كانش فيه انبساط لأنه ما كانش بيحصل علاقة تمام؟ وفيه ناس بيحصل ممكن دخول مرة أو اتنين يعني وبصعوبة شديدة جدا والزوجة بتتألم دي لو واحدة حمولة قوي وبرضو بتحتاج لنفس العلاج بس بتختلف هنا درجة التشنق عندنا تشنق متوسط وعندنا خفيف وعندنا شديد وده بنعرفه بالأرقام اللي بتبينها على الجهاز الجلسة التانية بنعمل فيها نفس الكلام جلسة على الحود وجلسة على المهبل الجلسة التالتة بنوصل فيها الرقم معين اللي هو بنوصل فيها لأعلى درجات الارتخاء للمهبل وللحود وكل ده بيبقى ظاهر لنا على الجهاز وبنعلم الزوج والزوجة الوضع اللي يحصل منه العلاقة لأن الوضع التقليدي ما بينفعش أصلا في التشنق المهبلي لازم فيه وضع معين يحصل منه العلاقة بنعلمها لهم وبنعلمهم أيام التبويض وكيفية حدوث العلاقة في أيام التبويض مش زي الموبايل أبليكيشن اللي بتنزل موضوع مسهل كده وإلا كل الناس كانت حاولت بالموبايل أبليكيشن بنعلمهم الطريقة وكيفية حدوث العلاقة وعدد مرات حدوث العلاقة في فترة التبويض بتحصل إزاي عشان إن شاء الله أنه سهل إن يحصل حم ونعود الفترة اللي فاتتنا السؤال اللي فاضل المهم هل الزوج في حالات التشنق المهبلي بيحتاج لعلاق وإيه هي المشكلة اللي عنده وإيه هو العلاق في واكد الأمر لقينا إنه آه مع تكرار التجارب والشغل اللي عملناه لقينا آه إنه بعض الأحيان ساعات الزوجة بتتعالج والزوج يفضل عنده مشكلة إنه هو نتيجة للتوتر اللي حصله بدأ بيفقد انتصابه كتير أثناء العلاقة خلينا نشرح الانتصاب الطبيعي بيحصل إزاي ونقول هنعالج الزوج ده بسرعة إزاي في ثلاثة أيام وتخلص المشكلة بعض الأزواج بيعانوا من ضعف في الانتصاب نتيجة للتوتر اللي حصل وده شيء طبيعي هو متوقع مش 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 هايف فيه لكن هو التوتر اللي حصل بدأ يؤثر على الانتصاب بتاعه بناء أولا الانتصاب الطبيعي بيحصل إزاي؟ لأنه هو العلاق متوقف على طريقة الانتصاب الطبيعي الانتصاب الطبيعي بيحصل إزاي؟ أول حاجة فيه مادة اسمها النيتريك أوكسايد النيتريك أوكسايد زيه لما بتزيد جوه الجشاء الخلوي بيزيد دخول الكالسيوم قوي جوه الخلية فبيحصل لها حاجة اسمها هايبر بولاريزيشن بيانتج عنه مادة اسمها كالسيومتشانل بلوكور دي بتعمل تمدد في الأوعية الدموية واتدخل دم كتير إيه اللي إحنا اللي إحنا اللي إحنا بنقدمه إيه اللي إحنا اللي إحنا بنقدمه للزوج بنعمل إيه؟ بنزود إحنا قلنا مادة النيتريك أوكسايد عندنا جهاز جاي من أمريكا مخصوص علشان نزود به النيتريك أوكسايد ده هو شغلته يزود النيتريك أوكسايد بنعمل الجلسة دي بيعمل الجلسة تيني في اليوم تلاتيا جلسة بالجهاز يزود النيتريك أوكسايد فوضل الكالسيومتشانل بلوكور اللي هتعمل تمدد في الأوعية الدموية بنحقن ما بنحقنش العضو نفسه بنحقن المادة دي جوه الجهاز الجهاز ده اسمه آيونتو فوريزيز الجهاز ده جهاز أمريكي بنحقن جوه الدو اللي هو عبارة زي ما قلنا على كالسيومتشانل بلوكور ده بنحقن جوه بنحقن المادة دي جوه الجهاز بنحقن الجهاز بنحقن الدواء ده عن طريق الجهاز بندخله للعضو الزكري وبالتالي بتزيد عنده الدورة الدموية وبتروح مشكلة ضعف الانتصاب خالص والموضوع بيحتاجهم تلات ايام برضو جلستين في اليوم وخلصت المشكلة بتاعتها وخلصت المشكلة بتاعته في تلات ايام خلصنا كل المشاكل ما بيبقاش وبنقيس على فكرة بعد كده هو كمان الزوك بنقيس قوة الدورة الدموية عنده بجهاز بيقيس قوة الدورة الدموية وبنتأكد ان هو تمام هو كمان بقى تمام وبقى الانتصاب عنده كويس جدا وان شاء الله بتحصل خلاص العلاقة الزوجية ان شاء الله بإذن الله اذا بقى ان شاء الله يا رب ما ندخلش في العلاج النفسي مش هتوش جرف واحد في المية من الحاجة لكن 99% يعني فعلا بيوصلوا للعلاج وبتنجح العلاقة نتمنى حياة سعيدة لكل الناس ولكل المتزوجين ونتمنى عليكم ربنا يديم عليكم نعمة السعادة ويا رب اشوفكم في حلقات جديدة كتيرة في برنامج صحتك مع دكتورة رانيا موسيقى